كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية كارين إليمان خلال زيارته الحالية إلى كابنهاجن وذلك في إطار استشراف أفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس تناول اللقاء عددا من القضايا الخاصة بتغير مناخ وحماية البيئة حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد ومن جانبها حرصت كارين إليمان على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمصاري اجتماع كابنهاجن الوزاري حول المناخ كما أشهدت بجهود الرئاسة المصرية للدورة السابع والعشرين لمؤتمر تغير المناخ والذي انعكس في مخرجاته وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتومي الجهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ